أهلاً أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مشاهدنا في كل مكان تحية تلكم اليوم السابع عشر من أكتوبر الفين وعشرين ومع مباشر جديد سنتطرق فيه إلى الأوضاع في اليوسفية وفي الداخل المحتلة إذن رجاء من فضلكم لا تنسوا التكبيس وتشير اللايف للناس لتابعونا على مستوى تيك توك والناس لتابعونا على مستوى القناة في اليوتيوب كذلك لا تنسوا مشاركة الرابط وكذلك وضع علامة الإعجاب على الفيديو هذا البث سيتم ملاحقاً عرضه عبر الصفحة الفيسبوكية بإذن الله طبعاً إذن اليوم يوم جديد يوم من كل ما يمكن أن يدلل على أن المغرب يعني يذهب إلى الهاوية أي обязательно كمال كلم! مرحباً سهلاً براكاً JOW أهلاً نونو أهلاً أهلاً أ burger صحراوي أحتى الموت مرحبا سهلاً شكراً على البرتش أب السلام مرحبا وسهلاً – تحياتنا الفني دق أبداللهي أهلاً مرحبا وسهلا بيضاني في الغربة مرحبا وسهلا- أش Mitarbeiter استحياتي صحراوي مرحبا وسهلا خديجة الخضراء ركتشوفي العكس ركتشوفي العكس أومار هايفم مرحبا وسهلا ريتال ريتال مرحبا وسهلا بالنسبة للناس اللي معنا على مستوى اليوتيوب مزالوا ما يظهروا لي تعالقكم دي أدري السبب شنو ممكن مرتبط ب سينيال إذن ماذا يزري في المغرب وماذا يزري في الصحراء الغربية الوضع تقريبا يعني متشابه بالشكلة وبآخر وإن كان يعني في الصحراء الغربية الوضع مرتبط باستعمار وباحتلال في المغرب مرتبط باحتلال واستعمار من نوع آخر لأن اليوم المغربي ما عنده حتى قيمة عند نظامه واقعة وفاة الشاب أيوب حرقا يعني بعد أن حرق نفسه باستعمال يعني البنزين يؤكد أن الأوضاع في المغرب لا تبشر أبدا بالخير لأن الإنسان الذي يلصل إلى مرحلة أنه يحرق نفسه فمعنى على أنه قد يعني فقد كل يعني الأمل في العيش في المغرب وهذا واقع يعني ليس فقط يعني واقع المغاربة بالعشرات والله لكن هذا واقع المغاربة بالمليون Six يعني الملايين من المغاربة وهم يعني يشعرون اليوم بأسوأ أنواع الحقرة والذل والهوان وهذا اللي ينكره فإنما يعني يشتغل مع المخزن والله يدافع على المخزن والله يخدام مع المخزن والله من مصلحته أن يبقى الوضع على ما هو عليه ما أي إنسان حر فإنه يعلم بأن هذه الخبار اللي نقول لكم هي أخبار حقيقية يعني حقيقية وهي أخبار صادمة وهي أخبار لا تبشر أبدا بالخير وهي أخبار يمكن في أي لحظة أن تؤدي بالشعب إلى الانفجار أو الثورة خلونا نبدأ من الداخل المحتلة قبل أن نأتي لقصة الشاب أيوب للهين تمعنوا فيها أكثر ولكن فقط نقول لكم بأنه يمكن من مغاربة لأنكم أنتم كذلك يعني تعيشون وسط يعني حقل كبير جدا من التضليل يعني أنتم ضحية التضليل في المغرب ويحاولوا يكذبوا عليكم على أن الصحراويين عايشين بخير وعلى خير وأن الصحراويين يتنعموا في خيراتهم وأن الصحراويين عندهم وعندهم ولكن في الحقيقة الصحراويون يعني يعانون من أنواع أخرى من الترهيب اللي مارسها النظام المخزن في الصحراء الغربية استقطبت من المغاربة يعني مئات الألف إلا تكلمنا مثلا على إلا تكلمنا عن اليوسفية اليوسفية هي المدينة اللي الآن يعني نتكلمها يعني مثلا هاي اليوسفية اللي مات فيها هذا الشاب أيوب حرقا إلا سولنا عن أهاليها وعن شبابها سنجدهم بمئات الألف في الصحراء الغربية يعني سنجدوا مئات الألف فروا من اليوسفية ومشعوا للصحراء الغربية وهي إن قالها صحراء يعني مبدئيا هي إن قالها صحراء يعني صحراء ما فيها العيش يعني بسهولة دائما صعب العيش في الصحراء إذن شنو اللي يخلي هاو مئات الألف من المغاربة يمشوا من اليوسفية يعيشوا في الصحراء الغربية طبعا اللي اداهم وداهم الاحتلال وجعلوا منهم مستوطنين في الصحراء الغربية وداهم باش يعيشوا في الصحراء الغربية من خيرات الصحراويين اللي هم قاللين مقارنة مع الملايين من المغاربة الإشكالية الآن هو لأنه ذاك الصحراوي اللي موجود في الصحراء الغربية ما هو عايش بخير والمغريبي اللي جاي من اليوسفية ما هو عايش بخير المغريبي اللي عايش في اليوسفية ما هو عايش بخير المغريبي اللي عايش في مراكش ما هو عايش بخير المغريبي اللي عايش في الدار بيضة ما هو عايش بخير والمغريبي اللي هو من الدار بيضة وعايش في الصحراء الغربية ما هو عايش بخير والسحراوي اللي عايش في السحراء الغربية ما هو بيخال يعني داد مرحب وسهلا يعني كلنا ضحايا كلنا ضحايا لا أنتم من مغاربة ولا المستوطنين المغاربة ولا السحراويين يعني كلنا ضحايا هذه المنظومة المخزنية المجرمة الفاسدة اللي خصها تستأصل سطير ما تكلمنا عن اللي في الخارج اللي في طاليا واللي في سبانيا حتى وما لا بد أن يصيبهم ظلم المخزن حتى وإن يعني لقوا الطريقة كيف يوصلوا لهم الظلم المخزني للخارج فهم طبعا لا يتذخرون أبدا جهدا شوفوا هذا تيجرو مثلا نتكلموا معه على واقع شعب ويتكلم علي أنا أنا تكلم علي يا أخي شو علاقة بنا نعيش بخير ولا نعيش بخير ما عنده ما يقدم ولا أخر في حياة شعب أنا نتكلم لك على الشعب الصحراوي والشعب المغربي وشكون اللي ظالمهم وشكون اللي سارق لهم ثرواتهم طبعا من اللي سارق لهم ثرواتهم هو المخزن الحقي هو محمد السادس وعصابته اللي عايشين بخير وعلى خير يعني شكون اللي عايش الآن في هذه المنظومة كاملة هو محمد السادس كل مرة يطلع لك بيقول لك راهو شراء شراء شريكة مثلا ب450 مليون أورو نين جاتوا هاي 450 مليون أورو من أموال الشعب الصحراوي وأموال الشعب المغربي من أموال الشعب الصحراوي ومن أموال الشعب المغربي أش عندك أنت فيها ما عندك فيها ولو أنت عندك فيها الفقر وعندك فيها الججوع وعندك فيها الساعة اللي تنكفل عليك الأبواب تمشي تحرق راسك إذن السحراء الغربية الغنية بالثروات السمكية داخلها مثلا أعطيناكم مثال الداخل المحتلة يعني غنية بالثروات السمكية يعني فيها ثروات سمكية تأتي من مناطق بعيدة وتجيل هايك المنطقة لأن فيها تيارين بارد ودافع وبالتالي يعني تكون فيها يعني الثروة السمكية والتواجد السمكي كبير ولكن يا شكو اللي يدي شكو اللي يدي شكو اللي يستفد منه آه يستفد منه مجرموا المخزن اللي موطنهم هناك وواحد العصابة عندنا نحن من الصحراويين بيعين ذمتهم لنظام المخزن كيف اليوسفية كذلك كائنين وحدين من عصابة المخزن بيعين أنفسهم للمخزن وخدامين مع المخزن هل يحطينه على رأس الجماعة هل يحطينه على رأس البلدية هل يحطينه على رأس الجهة هل يحطينه في البرلمان هل يحطينه في كذا ومهمتهم وأنهم يأكلون ثروات الشعب ويخلوا الشعب ينتحر إذن أحوال الناس في الداخل المحتلة لا تبشروا بالخير الصحراويون المتواجدون في الصحراء الغربية والذين تنهب أموالهم صبح مساء أصبحوا اليوم يرفعون أصواتهم يستغيثون البارح كانت هناك وقفة احتجاجية في الداخل المحتلة بعد ما جاء وفد أمريكي إلى هذه المدينة وعليما بعض الناس وصرب بعضهم صرب إشعة قال لك يا الله هراه داخلية المغربية لتعطي الكارضيات وتعطي الامتيازات وتعطي الأموال ويالله مشوا عند الكاتب العمومي الفلاني المكتب الفلانية عدلوا فوتوكوبي ويدفع ذاك شيء للداخلية وكان ذلك مباشرة بعد قرار المحكمة الأوروبية الذي وضع اليد على ثروات الصحراء الغربية ومنع نظام الاحتلال المغربي من استعمالها هذه الحيلة انطلت على كثير من الناس ومشاوا الناس لهذا المكان وقاموا باستصدار بعض الوثائق من عند هذا الشخص اللي في الحقيقة كان ذكيا لأنه استطاع أن يصل إلى جيوب الصحراويين في هذه المدينة بسهولة وحقق عائدات مهمة جدا في ظرف ساعات فقط يعني جاتوا الناس كاملة من كل مكان ولكن يعني هي كذبة لا الداخلية لا تعطي الداخلية ما تعطي الداخلية تأخذ الداخلية المغربية تسرق الداخلية المغربية تمثل نظام الاحتلال المغربي الذي ينهب ثروات الاحتلال وبالتالي يعني ما كاللي ما ليتعطيكم ولا شيء واللي يستفد نهاية العملية ومن هذا التجمع البشري هو صاحب هذه المكتبة وكذلك أجهزة الاستخبارات المغربية التي تضحك على الشعب الصحراوي إذن تعالوا نشوفوا أحوال الشعب الصحراوي في مدينة الداخلة المحتلة مع فيديو نشر بالأمس فقط طبعا هناك إشاعة إشاعة وطلقت في وقت من الأوقات في الصحراء الغربية على أن كل صحراوي يتقاضى عصرة آلاف درهم من نظام المخزن مقابلة أنه محمد السادس يستغل ثروات البحرية والفوسفاتية للصحراويين في المدن الصحراويين المحتلة ولكن في الحقيقة لا أحد يحصل لا على عشر آلاف ولا حتى على سنتيم واحد أحمد مرحب السادس كيف تدخل علينا خذوا المناصب خذوا المكاسب لكن خالوا الوطن خالوا الوطن لما نريد لكم قيمة الوطن أهل الداخل خالية عمة حقيقية لا أحمد مرحب السادس الصحراويين لا أحمد مرحب السادس المحبوس دافعين عليه الكهلات ولكن هنا لا يوجد يصرفون ساكنين كلها يصرفون إذن هذا هو أحوال الشعب السحراوي في المدن السحراوية المحتلة يندفع تطلبات الإعلايات واللي كامل ما يخلص واللي كامل عندهم مشاكل يجي يدفع بنا نشوفوا المغاربة أوضاع الصحراويين شكل نهبلهم ثرواتهم ونظام المخزن عنها لا إشاعات وعنها لا كرباء دلنا منطس عنها لا إشاعات كرباء إحنا اليوم اللي يجيناكم جاينا فاصلي شي من الإعلايات خالقينهم من الديار اللي في معاني كبيرة ما يخلص إحنا ولا أدرا أدرا خايفين عليهم مثلنا خلوهم يجلوا قواد ولا يتكلوا عن رسول ولا يقفوا اللي بيع على اللي كنا يقبض ويبتطوا يخشب الحرس من أي شيء نحن إذن إلى طالبت بحقوقك في السحراء الغربية حقوقك ثروتك يعني خيرات اللي خلها لك الله سبحانه وتعالى اللي يديها المخزن ويتبرع بها الملك وحاشية الملك والوزراء والمسؤولين والجنرالات تمشي الحبس يعني إذا مشى ولدك مثلا وبغي طالب بحقه فإنما صيره منين الحبس بحالة في المغرب يعني بحالة في المغرب تماما كالمغرب وعني الطالب حقك في المغرب تمشي الحبس تمشي تفضح شيء مفسد تمشي الحبس يخلوا المفسد يدخلك أنت للحبس تبغي تفضح المفسد الأول رقم واحد في المغرب اللي هو محمد السادس يعني تبغي تفضح ذلك الفاسد الأول تمشي الحبس إذن شي يقولوا لك ديمنيا يقول لك خاصة تخلي الفساد كما هو خلي الفساد كما هو إحنا بغينا الفساد يعني هذا النظام يقول لك على أننا إحنا بغينا الفساد إحنا منظمة بالفساد قائمة على الفساد أشبغ هذا وهذه اللي يتكلموا يعني في المغرب ويحاولوا يأثروا في الشعب المغربي ولكن رغم ذلك يحاول أنه يبرأ المالك يعني ينتقد لفساد ولكن يبرأ المالك يقول لك الملك مسكين ما فرصه الملك مسكين الملك ما فرصوش هذه العبارة عبارة المستعملة الملك مسكين ما فرصوش الملك مسكين بريء من هذا الشيء الملك قاعد ما يسرق لا الملك هو أكبر صفار وطالما ما توجه له الخطاب انت خطابك ما عنده حتى قيم طالما ما تقول محمد الساجس هو الشفار اللي يسامح الشفار الصغار باش يصرقون مغاربة ويصرقون صحراويين بخطابك لا قيمة له يعني لكن تتستر على المجرم رقم واحد في المغرب اللي هو سليل عائلة مجرمة سليل يعني سليل واحد العائلة امتداد لعائلة أجرمت تاريخها عامر بالإجراء على كافة النواحي يعني إجرام فيه فيه القتل فيه الصرقة فيه القصور فيه الخيانة فيه التجسس فيه الاغتيالات فيه جلس الناس على القناني فيه السجون السرية فيه الاغتصاب فيه أي شيء يخطر على بالك أي شيء على بالك من أنواع الإجراء يعني جربوا فيكم النظام الملكي على امتداد قرون على قرور زد عليها فترة الحسن الثاني زد عليها فترة محمد القامس زد عليها فترة محمد السادس وزد عليها الفترة اللي كانوا فيها كذلك وزراء داخلية مجرمين يعني كانوا مجرمين واحدة الوزراء داخلية كانوا جايبهم النظام ويؤجرم من خلالهم في حق الشعب أجرم من خلالهم وبهم وبأدواتهم في حق الشعب فأصبح الشعب معاق يعني معاق عن الدفاع عن حقه لأنه يخاف من أش يخاف من السجن يخاف من العقاب يخاف من الاغتيال شوفوا كم من حر يعني تم اغتياله مرحبا والسلام الشريف إذن نكملوا العلايات ما أعدل معنا حل فينا المطلقات اللي ما تخلصوا كهرية وعندها التركة من هناك بال وفيها العلايات الكهلات ذهما تنهار كامل فيهم السكر وذيما التونسيوم هم فاطرات هم تقديت قلنا لهم عن يمرق مسؤول شارنا نعطوه الكلمة ولا نظلوا لذاك لنضروحنا ما قبلوها قلنا لهم يعطونا خمسة ولا ستة يدخلوا على الوالي العلايات رفضوا قد تقع كيف نفس المشكل ودخلوا خمسة وما قضوا مع الدنون هم عادوا العلاق هذو اللي دافعوا عن نظام الملكي في المغرب يعني لما تشوفوا هاي المظاهر شنو يظهر لكم أنتم يظهر لكم بأن الوضع الطبيعي في المغرب لأن الوضع في المغرب طبيعي يعني يعني مين تشوفوا هذي المشاهد تشوفوا حرق رأسوا في اليوسفية تشوفوا 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 واحد انتحر تشوفوا واحدين طردوا من أراضي تشوفوا واحدين يحتجوا في المكالف تشوفوا واحدين بزالوا سكنين في الغيطون في الزلزال الحوز تعتبروا الوضع عادي جدا عندكم أنتم عادي أن الوضع في المغرب طبيعي حريبا مصدر نصدر معجوز هذي مظاهرة بالأمس الداخلة المحتلة تشوفوا تشوفوا الصحراويين ما متنونك حد اللي محبوس دافعين عليه الكهلات ولكهون ما عندهم قحش يصرفون سيكينين كلها يصرفق عليه بخلص عشر سنوات بنامو على أنه خدام على رأسه ولا يدعين ود حقوق ولا عنده كهلات ولا عنده شاشرة يدار يشكر عليها اليوم رايكي عدنوا عن حل وإحنا مالنا حاركين تركتنا رام داعين بزنقى ما تنفطرنا وليفتو يتقدرنا راهي تركة دائعة وإحنا عدلنا هامنا لاني بالبي إحنا اليوم جاينا نحمل وذو المسؤولين مسؤولية كلامهم وكذبهم وبرتانهم أمام المنظمات الأممية ونفهم ودورانهم وفق باركتهم للحقيقة أمام مرأة من الجميع إحنا اليوم وقلوا لكم لم تعمل أبصار ولكن عمت البصيرة وماتت القلوب وماتت الضمائر وماتت الغير الوطنية والحيكة السياسية الشباب متعرض للتهميش والناس كاملة جميع واختلط طلقات اجتماعية متعرضين للتهميش متعرضين للإقصاء متعرضين للجميع شو لا يقولكم شي كامل ما هو اليوم ولا هو السالح إحنا إذن شوفوا الصحراويين يعني لو رجعتوا الخمسين سنة من قبل إذا رجعتوا مثلا خمسين سنة قبل وصول هذه هذه وجوه الشر اللي جاي من المغرب إذا رجعتوا شفتوا أحوال الصحراويين قبل خمسين سنة نتلقى الصحراويين كانوا بخير وعلى خير مرتاحين ما عندهم مشكلة عايشين بسلام عايشين في مع ثرواتهم مع خيراتهم مرتاحين ماذا إليين جاهم شكون شكون اللي جاهم جاهم العصابة شكون هي العصابة العصابة اللي دفع لها حليمة هذه اللي مشردة في سويسرا هذه حليمة اللي مشردة في سويسرا اللي تمارس الضعارة في سويسرا هذه هذي اللي تقولكم المالك وعيش المالك وغيرها من ذباب الياجوج وماجوج اللي جاهوا للصحراء الغربية وكلوا الأخضر واليابس أكلوا الأخضر واليابس ما خلوا لا حوت لا فصفط لا حروات لا نعيم لا سلام لا أمن جابوا كل ما يمكن أن يأتي من شر يعني جابوا جابوا الضعارة ما كنا نعرف الضعارة جابوا الكوكاين ما كنا نعرف الكوكاين جابوا الحشيش ما كنا نعرف الحشيش جابوا الصرقة ما كنا نعرف الصرقة جابوا الذل ما كنا نعرف الذل جابوا الهوان ما كنا نعرف الهوان لأن المغربي أينما حل وارتحل في الصحراء الغربية يجيب معه الذل والهوان يجيب معه يعني أول بضع يجيبها معه يجيبها معه يجيب هو أنه قابل وقابل إلى داسعليه ما عنده مشكلة إلا تحن القائد حقوقه عادي جدا يعني إلا وطع على راسل الباشا والله كذا يقبل ولا يمكن أبدا أن ترفع عن نفسك الظلم إلا كنت ذليل إلا كنت ذليل إلا كنت وديت غاججت الحسين ذليل ومحقور ما يمكن أبدا أن يرفع عنك الظلم نفسك ترفع عن نفسك الظلم أرفع عنك بتعليق ما قد تحتك بتعليق فما بالك تلقي حاجة على المخزان ولا تواجه مع المخزان ولا تعطي حريتك من أجل الآخرين وانت ما قد تحتك بتعليق تعليق تعليق لا تستطيع لماذا؟ لأنك رضعت والدي رضعت الظلم من بزلت أمك لأن أمك ما رضعتك الشجاعة شوفوا هذا الشعب الصحراوي يعني شوف كم من أنواع الاستعمار تعاقبت عليه استعمار إسباني 92 سنة وجاء الاستعمار المغربي وجاء الغزو الموريتاني وانت العيش انت لا ترفع عن نفسك ظلما يعني انت لا تستطيع أبدا على أن تقول اللهم إن هذا منقر على الأقل أن تكتبها لا كلمة لا عبارة جملة بسيطة جدا يعني رأينا كيف أنه الشعب الصحراوي عنده ثاروات بالملايير ولكن هذا هو حاله هذه من الدافرة المحتلة يومها طريقة حضرية دور مسؤول يمرض دور ورد اعتبار إحنا ما نجمع رد اعتبار إحنا متعرضين الجميع أنواع الانتهاكات والاستبداد يا قام بالنضال المستمع فما لا ياتب النضال ياتب المسيف من النضال فما داعي حقم وراءه هو طالب يخوزوا المناصم يخوزوا المكاسب لكن خالوا الوطن خالوا الوطن لما يدرك قيمة الوطن خالوا الوطن لما يضحق قربي هذا الوطن فنحن لا نعرف المستحيل ونحن عبنا رجال مقاومة فنحن لا نسكت على ظيم ولا نرضى بظلم ولا نقبل بإتهاك الحقوق وتعفرنا العب السلام عليكم ورحمة الله وعاكم فرحة هذه المستوطنة؟ هذه المستوطنة؟ أعلى winner لم نأهن الداخلات؟ أهل الداخلات؟ هل استطيل؟ أهل الداخلات؟ طلب النجدة؟ طلب النجدة؟ والسيد الحطات؟ والسيد الخطات؟ والسيد الوالي؟ بالخصوص نحن هذا المنشيء الذي سأناه ينامنه من المنشيء على أن المنشيء يقضل بشكلية من المنشيء ونحن نمر أحنبذها ألم الوطنة وسنفل صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا هو حال الداخل المحتلة وهذا حال شباب الصحراء الغربية وهذا حال نساء الصحراء الغربية وهذا حال الشعب الصحراوي في المدن المحتلة شنو الحل؟ ما هو الحل؟ نظركم الحل الذي سيصل إليه كل الشعب الصحراوي في وقت من الأوقات هو الالتفاف على المشروع الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الحل هو الدولة الصحراوية الحل لا يلحق هذا الشعب كامل مع الوقت لأنه يفهم لأنه لا حل إلا بطرد الاستعمار المغربي من الصحراء الغربية إلا بطرد الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية إلا بعودة كل الشعب الصحراوي إلى الاتحاد واللحمة من أجل تحقيق مطلب واحد هو الدولة الصحراوية ولا شيء غير الدولة الصحراوية كل هذه الحلول الترقيعية التي مارسها نظام المخزن من ساعة لدخل 75 للصحراء الغربية إلى يومنا هذا أعطت هذه النتيجة نحن اليوم في 2024 ما الذي يمنع المخزن على أنه يقسم هذه الثروات بنزاهة وشفافية على الشعب الصحراوي طبعا ما كان حد يمنع نظام المخزن من أن يقوم بذلك ولكن هو طبيعته وطبيعته نظام إجرامي نظام يريد السطو على ثروات الغير يريد فقط الثروات في هذه الأرض لا يريد الإنسان لا يريد الإنسان في المغرب ولا يريد الإنسان في الصحراء الغربية لا يريد الشعب المغربي ولا يريد الشعب الصحراوي إنما يريد الثروات ولذلك يسموها الوحدة الترابية ما يسموها الوحدة الوطنية يسموها الوحدة الترابية التراب تراب وما يوجد في التراب منذهب معادن وطروات وخيرات وكذا ولكن الإنسان لا الإنسان ما عندهم فيه مشكلة إنسان لا يدخل أبدا في حسابتهم هذا الشيء اللي بيقول لكم بيقول لكم أنك أنت إن كنت تدافع عن نظام المخزن بدون خلفية معينة بدون ما تكون خدام عن المخزن ولا خلصك المخزن باش تدافع عليه فأنت تدافع عن عن من يجرم فيك يجرم في حقك أنت كأنك تعين ذاك اللي هو يطحنك يعني ذاك اللي اطحن حقوقك ويطحن وجودك ولا يريد لك أن تكون موجودا أنت تعينه أنت تعطيه المادة وتعطيه السلاح بشيء يكون عدوك ويكون يعني سببا في إبادتك إذن إذا كنت عاقل لك أن عندك العاقل تفهم على أن هذه الخطب التوعوية هذه الخطب اللي من خلالها نحاول نكسر هذا الجليد من الأفكار المترصبة لمدة خمسين سنة في موضوع الصحراء الغربية ونزرع أفكار جديدة هذه الأفكار هي صالحة لك أنت هي صالحة لك أنت أنت من ستجد ثمارها ما هو أن أنت أنت لأن الصحراوي من نهار بدأ رحلته طبعا نتكلم عن الصحراوي الذي لا يؤمن بخرافة الحكم الذاتي والمغربية الصحراء يعني كل الصحراويين الذين رفعوا المشروع الوطني الصحراوي هم عانفين بأن هذه النتيجة لا يتقع اليوم هذا الشيء اللي نشوفه الآن في الفيديو هما كانوا يعرفوه من زمان طبعا الناس ما يسياني في في النظرة المستقبلية كان الإنسان اللي عنده نظرة مستقبلية كان اللي ممكن يتنبأ بما يمكن أن يحدث 15 عام 20 عام 30 عام وكان يمسكين محدود النظرة يعني يرى عند أقدامه طبعا ما تشرح لين تعياء وتتفهم لين تعياء ولكن فهمه محدود لا يستطيع أن يمشي معاك في هذا الفهم قبل السبع سنوات قلت لكم بأن المغرب زريبة قلت هالكم وكم من حد يقول لي المغرب تقول له زريبة المغرب والملكية والدولة والمؤسسات والوزارات وكذا سميها أنت الزريبة اليوم سمعوا المصطلح متداول في المغرب بشكل كبير جدا من المغاربة أنفسهم ووسط المغرب وفي خطاعات مختلفة في الصحة في التعليم كذا كل واحد يجي يقول لك والله فعل إلا هذا المغرب زريبة لماذا؟ لأنه يسمع كان يسمع هذا المصطلح ولكن ما كانت عنده الإمكانيات بش يوصل إلى القناعة اليوم لما يقول لك إن المغرب زريبة يقولها بقناعة ولكن أنا كانت عندي أعذر قلت أنا كنت نشوف وكنت نعرف وجربت هذه المؤسسات وجربت هذه الدولة الوهمية اللي عندكم يعني دولة الزريبة أو المليك وكذا جربتها وعرفت بأنها لا تستحق أبدا صفة الدولة وأطلقت عليها صفة الزريبة واليوم يعني جميع مقتنع بأنها زريبة بسبب الممارسات التي تحدث فيها إلى يومنا هذا يعني هاي الممارسات التي تحدث فيها إلى يومنا هذا يعني هاي الممارسات اللي هي ممارسات غير قانونية وممارسات غير مقبولة وممارسات غير شرعية وممارسات غير إنسانية تؤكد على أن المغرب ليس أبدا دولة وبأن النظام الملكي يخشد دولة لأن الدولة اللي يتحاصره الدولة اللي يتخليه يرد فلوس الناس الدولة اللي يتخليه يحتار بحقوق الناس الدولة التي تخليه ما يعين من هب ودب في المسؤولية الدولة التي تخليه يعيش في القصور والناس تعيش في البراريك يعني هذه الدولة هي التي تنظم هذه الدكتاتور ولكن هو الدكتاتور لا يريد دولة يريد زريبة باش يلا بغى الذهب يديه ولا بغى فصفات يديه ولا بغى الثروة السمكية يديها ولا بغى يقتل الناس يقتلهم ولا بغى يحقرهم يحقرهم ولا بغى يطحنهم يطحنهم ولا بغى يرسل بنات المغاربة يبيعهم لدولة أخرى يبيعهم لدولة أخرى ولا أحد يستطيع لأنه يحتج ولا يحاكمه ولا كذا لأن هيك الجرائم التي يرتكبها محمد السادس في حق الشعب المغربي هي جرائم كان عليه يدخل عليها الحبس كان يدخل عليها الحبس لما يأخذ بنات المغربية تديهم الإصبعان يبيعهم الحقول الفراولة ويدمر الأسر ويدمر القرى ويدمر البوادي ويدمر المدن ويدمر العائلات ويدمر المجتمع ويدمر الأخلاق ويدمر كذا مقابل مصالحه كشخص كان عليه يتحاكم ويدخل الحبس على هذه الجريمة ولكن كله يحاكمه في المغرب منه اللي يحاكمه في المغرب إذا كان هو نفسه يصدر الأحكام باسمه محاكم تحتيده الوكلاء الملك سمعهم وكيل الملك الوكيل العامل الملك الوالي الأمن معينه الملك قائد الضارك معينه الملك الجيش للملك الدارك للمالك الوزارات للمالك الحكومة للمالك البرلمان للمالك الشعب للمالك الأرض للمالك كل شيء للمالك أش عندك أنت؟ أش عندك أنت؟ أنت في المغربة شنو عندك؟ قول لي ش عندك؟ قول لي ممتلكاتك شنو هي؟ قول لي شنو هو اللي يتملك قولي شنو القيمة اللي عندك باش نسمع كلامك ويأثر فيها كلامك ما عندك حتى قيمة ما عندك ولا شيء الدارك خدام مع المالك البوليس خدامين مع المالك الحكومة خدامة مع المالك شنو الغابات للمالك الفلاحة للمالك شنو صاروة حيوانية للمالك شنو شنو بغيت تقول لي؟ ما شو بغيت تقول لي أنت؟ ومن بعد تستعرض علي أنا عضلاتك في اللايف وتفتح اللايف تقول أنا نفتح اللايف على محمد راضي الليلي ونقل نسبوه ونبقى كذا الأساس أنه أنت عندك قيمة أنت رألها قيمة لك أنت غير موجود أنا موجود كثير منك أنت أنت غير موجود أنت لا توجد أنت نكيرة 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 لماذا؟ لأنك قبيلت أنك تخلى على دورك عندك دوره تخليت عليه دورك فاشفة دفاع عن نفسك دفاع عن حقوقك ممارسة المواطنة تكون مواطن مواطن أبسط شيء وعندما عندك حتى مواطن كل يتكلم يقول لك عيش 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 فين هو سيدنا؟ فين هو شنو وانت؟ نرجع لهذه قضية الشاب أيوب لين خصوا لها هذا الجزء إذن لها الشعب السحراوي يطالبه بحقوقه الشعب السحراوي اللي بغي حقوقه وبغي أرضه الشعب السحراوي له حامل السلاح ووقف لهذاك الدكتاتور عندكم اللي ينقل له محمد السادس وكل الشعب السحراوي يحتقروا يعني الشعب السحراوي كشعب السحراوي يحتقر هذاك الدكتاتور أنتم اللي تعبدوهم دون الله شبتوا الفرق بيننا وبينكم لأنه احنا الصحراويين احتيلة استنجدنا في حقوقنا احنا ما نستجده بالمالك لأنه احنا بالنسبة للمالك ماشي مالكنا مالك هم توم مالك هم توم وهو يحاول على أنه يطلبنا يطلبنا يحاول يتوددنا هنا يحاول على أنه يكسب ودنا هنا يحاول يتكلم عننا هنا شوفوا احنا ماشي شعبه شعب صحراوي ليس الشعب الملك ولكن رغم ذلك لما يطلع البغلمان عندكم بدل يتكلم عليكم بدل يتكلم عليكم يخصص الخطاب لكم المشاكل لكم المغاربة ما يتكلم عنكم يتكلم عن نحن ويناقش مشاكل نحن ويحاول على أنه يلعب علي نحن يحاول على أنه يراوغ نحن أمن ثم ديجة حطكم في الخنشة انتم راك ديجة قفل عليكم وسط واحد الخنشة دخلكم وسط الخنشة برجالكم بنسائكم بمذقفيكم بباحثيكم بدكاتيراتكم بجامعاتكم كلكم دخلكم للخنشة قفل عليكم الخنشة ثم ديجة وسط الخنشة ويحنا يخصصنا الخطب باش يناقشنا باش يحاول يقنعنا احنا نقول له لا حنا بغينا أرضنا عندنا الجبهة الشعبية لتحرير الساقي الحمراء وادي الذهب يلا انتم اش عندكم انتم المغاربة من غير الملكية نعطيني اش عندك انتم من غير الملكية نعطيني الإطار الثوري الحركي الحركي اللي دافع على حقوقك نعطيني نعطيني لحنا عندنا الجبهة الشعبية لتحرير الساقي الحمراء وادي الذهب حاملة سلاح ومواجهة جيشكم هذا الملكي الغازي الموجود في الصحراء الغربية عندها فريق الديبلوماسي يواجه ديبلوماسيكم في المحافل الدولية عندها إعلاميها اللي يواجه إعلامكم من توم إلا قارن إعلامكم من توم بإعلامنا إحنا نرى أن نشوفكم من عالين نشوفكم صغيرين تحت بالرغم أنتم عندكم الإمكانية وعندكم الجماهير الكثرة أكثر من نحن ثم عندكم الملايين وإحنا لدينا المئات الآلاف وحتى هذه المئات الآلاف مساكن يعني كاللي ما عنده تليفون كاللي ما يعرف يكتب تعليق كاللي عنده مشكلة عنده مشكل أخرى أكبر من هذا الشي هاتم تخرجوا الناس سنويا يعني تجيبوا تجيبوا المرتزقة كل سنة تجيبوا 5000 مرتزق نجيبوا 5000 مرتزق تخلصوه تعطوه التليفونات وتعطوه التوجيهات وتعطوه الإخلاص وتكلفوه ببعض اللايفات وتقول له مشي وكتب وسب واشتم ورغم ذلك احنا نشوفكم صغيرين لو احنا عشرة ولا خمسة عشرة واحد ومعنا الإخوة الجزائرين جزاهم الله آخرين والأخوات الجزائرية يا شكني معاكم معاكم البيع والمرتزقة معاكم مرتزقة من مصر مرتزقة من اليمن مرتزقة من هذا من كل فن طرف باش يدافع على صورة محمد السادس باش يدافع على النظام وباش يتحكم وفي النظام وحنا منتصرين عليكم اذا الشاب السحراوي يطالب حقه يطالب أرضه يطالب حريته كونوا انتوما كذلك على نفس النهج وحاولوا على انكم ترفعوا سقف المطالب ما تبقاش تطالب بالوظيفة وما تبقى تطالب أرضك أرضك راهي أرضك واش انت تطالب أرضك أرضك راهي أرضك طالب بغير ذلك طالب بتقرير مصيرك المغربي حاول طالب بتقرير مصيرك وهذا هو الهدف لأنه إلا لاحظوا على أنه نقوم بخلط يعني خلط موضوع من الصحراء الغربية مع موضوع من المغرب باش الجمهور في المغرب يسمع قصة الشعب الصحراوي والشعب الصحراوي تعرف على مشكلة الشعب المغربي هون ممكن الشعب المغربي يستافد من الشعب الصحراوي يستافد من تجربة الشعب الصحراوي وشوف هذين العالمين شوف هذين العالمين شوف كيفاش جميلين إن شاء الله تسمع المغربي شوف شوف ما عندكم شي مفكر ما عندكم شي رصام ما كان شي رصام في المغرب ما كان عندكم الألوان ما عندكم اللي يعرف يخلط الألوان يصنع لكم عالم مغربي يمثل المغربة هذا العالم اللي عندكم هو عالم اليوطي شوفوا الأعلام التي لم يصنعها اليوطي وشوفوا الأعلام اللي ما استطع اليوطي يهزمها وما استطع القوى الغربية على أن تهزمها ولكنتم لا سبحان الله كل شيء مزور عندكم الملك ماشي مليك الحكومة ماشي حكومة العالم ما هو علم النشيد ما هو نشيد الحدود ما معروفة حدود منين من أين تنتهي زريبتكم وان تبدأ مع القيمة ما يكاين في الخارج ما يكاين في الداخل ما يكاين في المحكام ما يكاين في الدار البيضاء ما يكاين في المحمدية ما يكاين في كل مكان ما يكاين إذا بد вспlapping قيمة الإنسان المغربي يشوفوا هذا الفيديو شوفوا هذا الفيديو اللي سجلت البارح شوفوا شوفوا الآن شوفوا هذا الشكل شوفوا شوفوا هذا الشكل بالله عليكم بالله عليكم واشي رضيكم هذا الشكل شوفوا شوفوا الإنسان المغربي كيف يحول رأسه شوف شوف شوفوا ولدي شوف شوف بعد من سركم هذا الفيديو هذا فيديو البارح هذا ومشي بفيديو 2020 ولا 2019 هذا البارح البارح شوف 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 واش أنت تعتقد على أنه النظام الملكي قد يحتار مكي لكنت ضعيف لا أبدا النظام الملكي ما يحتار مكي لما كنت قوي لكنت قوي يحتار مك شوف النهار يحس بك النظام الملكي على أنك ضعيف يتحنك ولكن النهار ليتبين له بأنك قوي يحتار مكي جربوها كم جربتوا من سنة وأنتم منباطحين كم من سنة كم من قرن وأنتم منباطحين شعطاكم اللي مباطح يعطيني شعطاكم اللي مباطح أنا بغيتك تعطيني تعطيني نتائج اللي مباطح قولي إخوة إحنا كنا مباطحين عشرين ألف عام إحنا مباطحين الملكية إحنا راني الحمد لله راني بخير اليوم يعطيني النتيجة يعطيني النتيجة اللي مباطح هو جدك مباطح وعمتك مباطحت وخالتك مباطحت والجيران مباطح والشعوب مباطحت وهلوم مجران إذن هناك خبر عازل عند الأخ رشيد زين الدين هو أن هناك طائر مسير الاحتلال المغربي قد استهدفت قبل قليل مدنيين قرب ميشك المحررة والحصيلة خمسة شهداء يعني خمسة شهداء من المدنيين شفتوا الجرائم هذا الشي فاشفالح النظام المقصد هو الجرائم إذن خمسة شهداء مدنيين ارتقوا الآن رحمة الله عليهم في منطقة ميشك باستهداف طائرة مسيرة شوفوا المغرب شعنده من الفقر والجوع وشعرق راسه وشوفوا محمد سادس شعنده من الأسلحة لمواجهة الصحراويين هذا خبر عاجل نقلا عن صفحة الزميل رشيد زين الدين لإعلامي الصحراوي إذن رحمة الله على هذه الشهداء الذين ينضمون إلى قائمة الشهداء اللي يعني ارتقوا في أكثر من مناسبة للصحراوي إذن شوفوا ماذا كان يقول الشاب عيوب قبل أن يحرق نفسه إذن هذا الشاب عيوب وهو جاي قدام عاملة اليوسفية هو جاهون يحتاج هذا ما زال في الحياة هذه الساعة ما زال في الحياة شكرا خاصة تقوم به السلوطات العامل يخرج عند هذا الشاب ويتحاور معاه ولا عنده عنده حق يعطيه لكن عنده حق يعطيه أشطالب هذا الشاب ولكن قولوا لي شي نهار شفتوا شي عامل أو شي والي تحاور مع الناس وعطاهم حق في المغرب أعطوني شي نهار نهار واقعة واقعة في المغرب على مدى قرون ما شكونا القرن واحد قرون أعطوني نهار واحد إنه واحد المواطن جاء عند العمالة جاء عند مؤسسة معينة مظلوم استمع له رئيس المؤسسة وعطاه حقه بكرامة وقدره وانتهت القصة لا يوجد منيانه وحسبه منيانه وحسبه 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 وكم من حاله وكم من واحد لأنهما حقارين يحقره لأن ذيك السلطة اللي عندهم يعتبروها سلطة مطلقة ممكن من خلالها أي شخص أي مسؤول يخدم مع المالك عند اللي يبغى كما يفعل المالك كيف ما يفعل محمد السادس كيف ما يفعل ذوك اللي يخدمين مع المالك يعني كلهم يخدمون بنفس المنطق يعني بغينا نطردو فلان نطردو فلان بغينا نشردو فلان نشردو فلان بغينا نقطعو ماندد فلان نقطعو ماندد فلان بغينا ننتهكو القانون ننتهكو القانون هذه ما عنا مشكلة احنا هي اللازري بتنعدلو فيها اللي يبغى بغينا هذا هو المغرب هذا هو المغرب الحقيقي هذا المغرب الحقيقي هو ضحاياه كل نهار يزدادون الآن رأى اليوسفية مشتعلة اليوسفية رأى فيها مظاهرات نشوفه بعد ما أحرق نفسهم سكين الشاب أيوب لابدنجا رأيس جماعة رأيس لمحادي بجول هدتني برأك ومعسى رسوله من البرارك ولم يجعلها في فراسك لابدنجا رأيس جماعة ولم ينختمين لما تجحاجة لتبلتين على مشخص رقية هيفتالي ها لنجي ترأي حقق لي أخذنطتك رأيس لتوشعرها في فراسك رأيس جماعة تيحميني ولا بغي بشني أنا وليت شعب أنا وليت شعب أنا وليت شعب محمد السادس ومحمد السادس رقتلنا ومحمد السادس رعجبنا ها هو يتكلم مع محمد السادس ولكن شفته محمد السادس يتكلم معه ها هو يتكلم مع محمد السادس الله رحمه قبل ما يهضف وأي مظلوم في المغرب يتكلم مع محمد السادس ولكن وش شفته محمد السادس يتكلم مع الشعب محمد السادس رأي عنده مشكل ثاني يعني عنده اهتمامات أخرى مش انت انترى خلاص انترى ضامنك انت حرق راسك والله جيب العيلة كاملة حرقها ما عنده مشكل حرق الدوار كامل ما عنده مشكل حرق اليوسفية كاملة ما عنده مشكل تموت اليوسفية كاملة ما عنده مشكل محمد السادس شوفوا كم من واحد قلوا لي كم من واحد حرق راسه وكم من واحد مات وكم من واحدها ماتت وكم من واحد نظلم وكم من واحد طار وكم من واحد مسكين شوفوا الحالات أعطوني مسؤول واحد حاسب أعطوني شي مسؤول واحد حاسب على هذا الجرائم اللي تركبت في حق الشعب اللي أن هذا النظام ما فيه إنسانية مجرد من الإنسانية الملوك ره مجردين من الإنسانية ره هذوك اللي يعيشوا بأموال الشعب ويعيشوا في الفيلل ويعيشوا على ظهر الشعب ره ما فيه مراه ليسوا بشارا واشتو متعتقدوا بشار ره لا يتعامل معاك بالقانون ولا يتعامل معاك بالإنسانية الاثنين لا يحتارم القانون ولا يتعامل معاك بالإنسانية يعني يشوفك انت هكذا ويرف حاله وتحرك قلبه وقل لا فلان مسكين والله العائلة الفلانية مسكينة مشاردة في الشارع والله فلان كانوا الدود في الشارع لا بد أنهم يتحركوا هذو ره الملوك واش عارفوا شان المولوك العلويين المولوك العلويين خسكين تعرفوا في المغرب تكلم عن المغرب حسب تجربتي انا نقولكم الناس يتلذوا بالدماء يحبوا الدم يموت على الدم الى ما ارتاكب جريمة ما يحس بالسعادة الى ما ارتاكب شي جريمة فيها الدم وفيها القتل وفيها الاغتصاب ما يرتاح سادي سادي يعني يحب يحب يتلذذ بمعاناة الاخرين طبيعتهم وطبيعتهم هذه ليست خاضي علينا والله انا نبدل طبيعتهم والله الا اتكلمت انا من خلال هذا الخطاب هو ما ليتحرك فيهم شي جانب انساني لا لا هما ما فيهم ذاك الجانب الانساني انك شفتوهم شفتو محمد السادس يخطب في الشعب الليلة يقول خطاب كذا يقول لكم انا ما عندي ما نعطيكم في كورونا في زمن كورونا شوفوا كم من الشعب كم من فئات الشعب مقفول عليها في دار والشي ما عنده باش يعيش والشي تخاصم مع ولاده والشي انتاحر وسط الدار والشي كذا ومحمد السادس بدل يقول عوض نشري واحد القصار بثمانين مليون اورو في باريس هذك ثمانين مليون اورو نقسمها نصفها أربعين مليون اورو نعطيه للشعب نعاون الشعب حتى تمر مرحلة كورونا هو لا ما يفكر بهذا المنطق يفكر يقول لك اللهم ما نمشي نشري قصار في باريس ونخلي بابه هذك الشعب شن هو هذك الشعب شعب مجموعة من الحيوانات عندي حيواناتي هذك في حد المرات في الداخل المحتلة كنا في مهمة رسمية في المطار وكانوا معنا المسؤولين الامنيين وكان معاهم الكورونا القوات المساعدة وسوناها قلنا له هينو مع عناصرك عناصر القوات المساعدة اللي عندك اللي هيخدمه قال حلوف قال حلوفي حلوفي راني يقافل عليهم في الحافلة حلوف والحلوف يعتبرهم حلوف يعتبر عناصر القوات المساعدة ولاد الشعب اللي دخلوا القوات المساعدة لأنهم فقروا ولأنهم جوعوا لأنهم ما درسوا وكان أمامهم سوى من قوات المساعدة وكان اللي يعطي الأموال باش يدخل القوات المساعدة قال نرى الحلوف عندي راني يقافل عليه في الحافلة وسط المطار هذا هو المغرب هذه هي النظرة اللي يتطبقها النظام يعني النظام اللي أبغيته تعرفه شون طبيعة هذا النظام في المغرب وشون هو الملك شوفوا التمسح شوفوا التمسح سعليك الفريستو يبكي الدموع يبكي ذلك محمد السادس هرى عنده مجموعة من الأعداء بالنسبة له يعتبرهم أعداء ويحاول يعني يخدم عليهم بدل يخدم على الشاب يخدم عنه خابراته أكثر باش يجيبوا هذك المؤاردين باش ينتقم منهم باش يفرح أنا متأكد نهار اللي قالوا لو نغترنا الدكتور هذا صغير مراد صغير في طنجة أكيد نفرح عند الحفلة هو لماذا لأنه هما أصلا معروفين باش معروفين بالإجرام معروفين بالتلذذ بالقتل وكذا وإذا نشوف أمس مراد صغير عزيز يعلوه بالرأس ويخطر لأس ويخطرشوته بالبرارج ويخطر جعلوه بالبرارج مخطمين لما فيش حاجة تطراتي للعالم شوفوا ساقينة تخلق كومت سمع ماذا تقول والدته اليومüfني و يعطمني نورو و في آخر واحدة كان قل عند اليome أبراد عقليا شاهدتو اللي فضاحهم يقول لك راه ممسكين فيه الأمراض العقلية هذاك اللي لاح الملطوف على محمد السادس في الموكب الملكي قال لكم راه فيه الأمراض العقلية محمد راضي لي قال لك راه فيه الأمراض العقلية أنا تعطيني المغرب هذاك المغرب نسيره تعطيني أسبوع نقدّ باباه هذك المغرب قبل نقدّ باباه نبدأ بهكية مختلفة أول واحد نبدأ بهكية محمد السادس نحصل لك راساك ونعدل لك سكوتش وندخل بابك للحبس وطرد الأموال الساردة الشاب ونعطي لك أنا شكون هو الأحمق شكون هو الأحمق اللي سيّر المغرب ولكن ولكن مع الأسف ما لدي تأط Burger بطلع المغرب slam إليما قديته إليما بديت بأول مجرم إن قال له محمد السادس نجرد بباه من كل الثروة اللي عنده نرد أفقر الفقراء ونرد هذه كموال الشعب نردها للشعب نعطيها للشعب أرى لي من إن قال لي محمد راضي الليل نعط لك أنا الأحمق اللي مت الأحمق هي النظام الأحمق اللي ما تعين إلا الحمقى في المؤسسات ولا رأس المؤسسات بش يدمروا المؤسسات ويدمروا الشعب ويعتادوا على حقوق الشعب طبعا هذه والدة الشاب أيوب الله يرحمه كبسوا من فضلكم رأو تكبيس بدعيف ما الحق ما كان في المغرب المهتمة لفعل ما الح warp لنا خزني ، هيا يا شيخ يكبر فلدي فعادة الكاس فعادة الكاس و legal پول التقل لي يدعو وكوشي شر بصحافه قي decide اشتركوا في القناة اذا هذه والدته نشوفه كذلك من المشاهد اللي وقعت في مباشرة بعد هذه الجريمة لانه انا حقا اعجبت بردة فعل مدينة اليوسفية ما كنت اعتقد ان مدينة اليوسفية حيى الى هذه الدرجة يعني لما تخرج في هذه المظاهرات هذه جنازته برافو كان له امكانك نخله وحده اذا هذه جنازة الشاب ايوب نعم نعم هذه والدة الشاب ايوب اللي كانت في الفيديو صادق السلاطة صلى الله عليه الصلى 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 الله هذا الشاب مغري بأحاق نفسه كيف البوعزيزي في تونس في المغرب بعدما ظلم في حقوقه صلى الله عليه وسلم إذن هذه جنازة الشاب عيوب الذي أحرق نفسه في مدينة يوسفية المدينة الفصفاطية الغنية بالثروات الفصفاطية إذن هذه مملكة الظلو العار مملكة الحقرة مملكة الإجرام مملكة العلويين التي حولوها إلى سجن كبير لمغاربة مملكة الجور مملكة واحد يعيش في القصور واحد يعيش في البراكة مملكة الفساد مملكة الديوثية والعهر والفواحش والحشيش والموبقات مملكة التطبيع مملكة التطبيع مملكة الإجرام مملكة نصر الفساد في كل قطع مملكة الشعب بدون حقوق مملكة تعيش فيها قلة قليلة أحسن في أحسن المستويات مملكة الويل لك حالكي في قول أحدهم مملكة كاس العالم كاس العالم السيد كاس العالم مملكة رئيس المجلس الدولي لحق الإنسان المملكة التي ترأس حقوق الإنسان في العالم مملكة ثنعصر قارن من الحضارة ديزال شكرا مملكة أبوز عيطر مملكة الحشيش مملكة حينما تتحدث عنها يجيك واحد يقول لك إزاي زائر مملكة إزاي زائر تتكلم له على حقوق ويقول لك إزاي زائر أنت تقول له حقوق أقول لك إزاي زائر أخويا إزاي زائر مملكة من ناس فيها تبيع فيها كلوة ويقول لك إزاي زائر أخويا مش تسكل عني عندي زائر وديلي إزاي إزاي زائر أخويا إزاي زائر أخويا إزاي زائر أخويا فوق سمعتوا الإنسان بغيه بيعكل وابش يعيش في المغرب لأنه ما عنده بش يعيش يعني الإنسان ما عنده بش يعيش في المغرب هل يبيعكل وابش يعيش المملكة اللي مسلم فيها لا الكبير لا الصغير لا اللي يعني كل أنواع البشر معذبة مملكة الإجرام اللي في الحقيقة يعني وصل مستويات غير مسبوقة مملكة العياشة نعم شوفوا العياشة مملكة العياشة عاشل مالي مملكة العياشة عاشل مالي شوفتوا؟ شوفتوا المغرب؟ شوفتوا هذا المغرب؟ الآن نشوف لكم فقط فيديو آخر لأحدى الوقفات الليلية التي وقعت في اسمه في اليوسفية تضامنا مع هذا الشاب رحمة الله عليه الذي يعني توفى في هذه الظروف إذن كثرة منشورات ما شاء الله مملكة اللاجئين في المغرب لأنه كان من واحد اللاجئ الآن في المغرب مملكة الإجرام ما نقول لكم؟ يعني من كثرة ما نشاهد يعني من مواد وفيديوهات وحالة مصرية طبعا هذه مدينة هي فصفاطية مدينة يعني فيها كل الخيرات لكن شوفوا حالها شوفوا حال الشعب إذن هذا هو المغرب يعني شفتوا المغرب وشفتوا حالة المغرب وشفتوا الوضع الذي يوجد عليه المغرب وشفتوا الزريبة كيف عايشها يعني نحن في الشعب الصحراوي نعانوا مع الاحتلال وانتم كذلك تعانوا مع الاحتلال يعني ما هو فقط الصحراويون هم الذين يعانون مع الاحتلال وإنما حتى المغرب كذلك يعانوا مع الاحتلال لفقط عنا طرق مختلفة في التعاطي مع الموضوع إذن شنو المعمول الآن؟ شنو اللي يخصكم تقوموا بها المغربة؟ شنو خصكم تقوموا بها المغربة؟ احنا منهجنا ذاك هو واضح شنو منهجكم أنتم؟ تبقاوا عايشين في الذل تبقاوا عايشين تحت الصباط يبقاوا كل نهار ينحرق منكم واحد شوفوا كم من واحد نحرق من قبل شوفوا كم من واحد خرجوا عند المظاهرات وقال ولن أفرط في حق ابني ولن ولا وصلنا كذا وخرجت معه المدينة وبعدها قنيط راليوسفية آسفي كل حسيمة الريف كل 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 هذه الحالات يتعامل معها المخزن يواكبها 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 لين تبرد ويمشي لكم الحالة ثانية وجرادة وغيرها 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 هو التغيير جاي جاي يعني هو التغيير جاي جاي هو التغيير جاي بك وبلا بك سمعت العايش العايش انت لا يوعول عليك في التغيير ولكن التغيير لا تعتقد عليه أن التغيير الناس يتعول عليك انت بجيب تغيير ما صعب تغيير خاصه ناس جعان خاصه مثل هاي الأمهات اللي تخرج وترفع الصوت كيف الأخت ناجات المحجوب كذلك اللي تدافع بصوت مرتفع وهي تتكلم على قصة ولدها هذا هو ما اللي يصنعوا التغيير إما ذاك المنباطيح وذاك اللي خانع وذاك اللي عيش اللي ماليك وذاك اللي خايف من المخزن وذاك اللي كذا ذاك ما يصنع تغيير أبدا وهو التغيير جاي جاي إذن في ختام هذا اللايف نؤكد لكل أهلنا في المدن المحتلة وهذه الرسالة لأنه بعدها الشي اللي شفنا والفيديوهات اللي استمعنا إليهم عليكم 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 أن تلتفوا بالمشروع الوطني الصحراوي عليكم أن تنضموا إلى شعبكم الصحراوي البطل عليكم أن تغيروا من سلوكاتكم تجاه المحتل راه ما كان حد لا يدافع عنكم من غير أنفسكم إحنا رأينا قدوا نتكلموا عنكم قدوا نثيروا قضيتكم ولكن رأي ما يقدر دافع عن نفسه من غير أنتم اللي موجودين في الميدان أنتم كثرة داخل المحتلة كثرة البجدور المحتلة كثرة العيون المحتلة كثرة صمارة المحتلة كثرة أنتم الجماهير الصحراوية أنتم اللي قادرين تصنعوا التاريخ اليوم في هذا الوقت بالضبط للمقاتلين الصحراويين يعني يعطوا لإحتلال المغربي أكبر دروس في الشجاعة وتشوفوا ديبلوماسيتكم كذلك تعطي أكبر دروس للديبلوماسية الزريبية في العالم وتشوفوا كم من إعلامي صحراوي دافع عامكم صبح مساء في الفيديوهات وفي اللايفات وشايفين كذلك الإخوة والأخوات في الجزائر قائمين بدور كبير معاكم وفتح اللايفات ويساندوكم ويعاونكم خاصكم احتنتم اتعاونوا خاصكم اتما تعاونوا عاونوا فروسكم رفدوا شوي من هذا الحمل اللي هو حمل لكل الصحراويين حاولوا علانكم روكم عارفين قرأوا لا يتغير شيء إلا بكم بكم انتم كصحراويين خاصكم تعرفوا علانكم ما يمكن أبدا يتحقق شيء في المدن المحتلة بكم إلا بكم بكم انتم كجماهية صحراوية تنظموا تعطروا خلوكم من لغة الخشب خلوكم من لغة محابات الاحتلال خلوكم من لغة تقليدية ذاك اللغة التقليدية راكم جربتوها خمسين سنة وانتم جربوها إياك انتم ما تجربتو تخاطبوا الملك وجربتو تخاطبوا الوزارة وتولاتوا ما تخاطبوا هذا شيء كامل حاولوا علانكم تغيروا من اللغة التي تتحدثون بها لأنه كل ما خاطبتموهم بلغة أوضح كل ما احترموكم غير ذلك أبدا لا يمكن أبدا أن تسترجعوا حقوقكم شكرا جزيلا لكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعف الله اشتركوا في القناة